أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه في إطار ما يجمع مصر والسودان قيادة وحكومة وشعبا من روابط أخوية متينة وأزلية وعلاقات راسخة ووحدة المصير المشترك استقبل الرئيس عبدالفتاح سيسي اليوم في قصر الاتحادية أخاه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقيمت لهم راسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرص الشرق عقدت جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين حيث ساد اللقاء روح المودة والإخاء الذي يجسد عمق العلاقات المتميزة والقائمة بين البلدين وقد استعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنصيق القائم بين الجانبين مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين لوادي النيل فضلا عن تعظيم جهود تحقيق التكامل الزراعي والربط السكاكي والكهربائي بين البلدين إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين هذا وقد أكد الجانب المصري في هذا الإطار على إدراق بصر الكامل للظرف الضقيق الذي يمر به السودان حاليا وضرورة العمل المشترك على أن لا تؤثر التطورات الجارية على الساحة الدولية على جهود دعم السودان لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد مع استمرار مصر في إرسال حزم المساعدات والدعم اللوجستي والإنساني للسودان الشقيق وذلك إلى جانب تقديم الدعم الفني للكوادر السودانية وتفعيل كافة برامج التعاون الثنائي وذلك انطلاقا من مساندة مصر غير المحدودة للسودان في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني وأعرب الجانب السوداني عن اعتزازه بالتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان مشيدا في هذا الصدد بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين والدعم المصري الصادق والحثيث من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومشددا في هذا الخصوص على وجود أفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وحرص السودان على توفير المناخ الدعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية فضلا عن تعوينه على الاستفادة من نقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية والمساعدة على مواجهة التحديات في هذا الصدد بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين كما تم التباحث بشأن شؤون الجالية السودانية في جمهورية مصر العربية وأعرب الجانب السوداني في هذا الإطار عن التقدير الكامل للرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية السودانية في مصر في حين أكد الجانب المصري على الترحيب الدائم بالجالية السودانية الشقيقة في بلدهم الثاني مصر والشمولهم بكافة أوجه الرعاية في ظل صلة الدم والرحم الممتدة في أعماق التاريخ بين شعبي واد النيل وفيما يتعلق بآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك تباحث الجانبان بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وتم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنصيق المتبادل في هذا السياق من خلال الفترة القادمة مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة للأمن القومي ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف وفي هذا الشأن الليبي شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها وقد أكد على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي وأن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وذلك فضلا عن أهمية دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واطلاعها بمسؤوليتها كما أكد الجانبان أيضا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذا للقرارات الأممية والدولية والإقليمية ذات الصلاة بالإضافة إلى ضرورة استمرار لجنة 5 زائد 5 العسكرية المشتركة في عملها والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظا على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها